نفس السياق وداخل النادي الاهلي نهاردة كهرباء بيخوض تدريبات منفردة في صالة الجيم داخل النادي الاهلي إضافة لخوض بعض التدريبات البدنية من أجل تأهيله بقاله فترة غايبة عن التدريبات طبعا وده في إطار الاستعدادات الخاصة بكهرباء علشان ينضم للتدريبات الجماعية في خلال أيام اللي جاية توماس بينك السويسري مدرب أحمال الفريق خصص برنامج تأهيل للعب لمدة أسبوع من أجل تأهيله في الفترة اللي جاية قبل ما يشارك في التدريبات الجماعية كهرباء بدأ التدريب النهاردة زي ما قلتلكم الساعة 7 مساء بشكل منفرد تحت قيادة طارق عبدالعزيز أخصاء التأهيل بالفريق خاصة أنه الفريق اختتم تدريباته من شوية صغيرة يعني من دقايق على ملعب مختار التيتش استعدادة لمواجهة الحرس بكرا إن شاء الله طبعا صفقة كهرباء لسه صفقة طازة بكل ما تحمله من تبعيات فيه أمور كتيرة جدا في ظل تمسك الزمالك بشكوى مقدمة ضد اللاعب وفيه أمور كتيرة جدا لكن الأهل مبارح حاول أنه يفصل نفسه عن القصة فهل نرى في الأمور أمور يعني هل تتحلل القصة هل يتنازل الزمالك عن شكوى ضد اللاعب هل اللاعب ممكن يخلص الأزمة بشكل ودي مع النادي الزمالك الأمور هتمشي إزاي تعاون نشوف تقرير عن الصفقة دي اللي بيعتبرها البعض صفقة مسيرة جدا وهي فعلا صفقة مسيرة للجدل عملت ألبان على السوشيال ميديا في الأيام اللي فاتت ولسه كمان في وقت ظهور ورسميا مع النادي الأهلي أكيد كهرباء في الظهور الرسمي الأول لي مع الأهلي بالتيشرت الأحمر هيبقى أكيد برضو مثير للجدل خلينا نشوف تقرير ونرجع نكمل أخوات أقل من شهر ويبدأ محمود عبد المنعم كهرباء مشواره بشكل رسمي مع الفريق الأول للنادي الأهلي والذي ينتظره جماهير المريض الأحمر ليصبح شكر الهجوم المنتظر ترجمة نانسي قنقر